أحياناً بيبقى عندنا كده بعض الحالات بنبقى محتاجين طاقة بنبقى محتاجين إن إحنا نرجع نشوف بعض القصص الملهمة اللي ممكن فعلاً تدينا نوع من أنواع الطاقة والتحدي بالأمس واحد يونيو كان ذكرى وفاة الأديبة الإنجليزية الكبيرة اللي تحدت نفسها وتحدت العالم كله هيلين كيلر هيلين كيلر الحقيقة لو أنتوا تعرفوا القصة يعني أن قصتها لي أنا وقفت عندها حسيت قد إيه تحدي طفلة اتولدت ستة شهر كالطفلة جميلة وكان بيتقال عليها أن هي بالعكس عندها أن هي تقدر تلتقط الأشياء من الأرض ببراعة وهي عندها ستة شهور حتى أن والدتها كانت بتقول الإبر الصغيرة كانت تبقى على الأرض وهي طفلة تلتقطها ولكن أشاء ربنا أن هي تصاب بمرض حمى والحمى دي وقتها ما كانوش عارفين يحددوها ما بين الحصبة ما بين حمى من أنواع أخرى في النهاية صابت الطفلة عند سن سنة وتسع شهور تقريبا بأنه فقدت حسة السمع وحسة البصر فطبعا يعني حتى الصور لما تشوفوا هيلين كيلر إزاي بقى العيلة قدرت تعدي المراحل دي والهي كانت صعبة جدا يعني طفلة لسه وكأنها وليد صغية رضيع يعني إنها تقدر تقف على رجلها التحدي كان كبير قوي بدأوا يحاولوا إزاي أنت بتعلم طفلة لا بتسمع ولا بتشوف فكان التحدي إن هي تبدأ شوية شوية لحد ما كان فيه عندها مدربة ومعلمة اسمها سليفان المدربة بتاعتها دي عاشت تقريبا معاها عمر 49 عام طول الوقت معاها اللي هو في ظهرها ومعاها بدأت تعلمها بإيه؟ تمسك كفها الصغير كده ودي قبل طريقة برايل وتحط كده الحروف وتلعب على كفها فتبدأ تعرف تحط إيديها على الشفاء فتعرف الحاجات وحاجة يعني حاجة مع حاجة قدرت فعلا إنها تعدي دخلت هيلين المدرسة وكان الناس كلهم بيحتووها لأنها كانت نابغة وكانت حالة فريدة وكله عايز يشوف النجاح بتاع هيلين إزاي بطريقة الطريقة زي ما انتو شايفين طريقة الكتابة طبعا بتاعتها دي بعد كده طبعا ولكن هي قدرت يعني تتحدى وتقهر المستحيل رغم كل الفقدان اللي حصلت عليه الجميل كمان إنه الدعم اللي كان مش بس موجود في البيت موجود في المدرسة موجود حواليها طول الوقت هيلين دخلت الجامعة وبدأت تدرس وتتفوق طب تخيلوا هيلين كيلر مش بس قديمة ونشطة وكاتبة الإنجليزية لكن كمان أجادت لغات كتيرة جدا طبعا هي إنجليزية أجادت الفرنسية أجادت الألمانية الإيطالية واليونانية فتخيلوا كمية اللغات اللي أجادتها هيلين كمان مش بس هي وقفت عند الليسانس ولكن هي أصرت إنها تحصل على الدكتوراه من جامعة هارفرد فتخيلوا بقى كمية العلوم اللي أخدتها هيلين كيلر كمية المؤلفات هي عملت كتاب كمان في البداية اسمه طريق حياتي وعملت عديد من الكتب الكتيرة طول الوقت هيلين كيلر بيدرسوها في المدارس الأوروبية على إنها مثل التحدي العظيم والتحدي الكبير أنا دايماً بلاقي إيه؟ بلاقي إنه أحياناً أنت تقول طيب الرسالة دي بتبقى رسالة للبيوت لأب وأم مثلاً مش عارفين يعملوا إيه مع طفل ولا هي رسالة هي رسالة للاتنين للعيلة وللعالم وبتخلي الناس كلها تقول إنه ما فيش تحدي وما فيش مستحيل واللي بينجحوا في المشوار العيلة والطفلة أو الطفلة اللي بيبقى إنه بوغ معاهم لإنه بيبقى فيه تحدي وفيه حالة حلوة وحالة جميلة بتخلينا دايماً نرفع القبعة ودايماً كده نبقى فخرين بكل الناس دوي الاحتياجات الخاصة أو دوي الهمم على اللي قدموه للعالم بيجوا برسالة الحقيقة مهمة وعلشان كده أنا مبارح كده وأنا بقرأ عنها ودي ذكرى وفاتها حسيت كده إنه برضو نحيي الأهالي اللي في البيوت اللي بتحاول مع دوي الاحتياجات الخاصة ودوي الهمم ونقول لهم إنه أنتم كمان تقهروا المستحيل بالأطفال إن شاء الله ويقدروا يعدوا الحياة بكده بنتائج حلوة طول الوقت